يعني إيه الجديد؟ إحنا طبعا عارفين عن المبادرة خلال الفترة اللي فاتت وزي ما قلنا فيه 40 ألف شخص قدموا طلبات عليها إيه الحديث في المبادرة؟ والله في الوقت الحالي إحنا كنا أعلننا من فترة قريبة عن أسعار جديدة للسيارات وأعلننا على الموقع الإلكتروني للمبادرة لهجو جيرين مصر بالإضافة أعوارده ضمين عربية جديدة هي من النوع ميكرو باس من نوع فوتون سي تو من فئة المكيفة بالإضافة برضو طبعا إحنا كنا ضمينا في الفترة الأخيرة حوالي خمس محافظات ففيه ساحات تخريد كانت بالنسبة لنا يعني إجراءاتها وتجهيزاتها كانت انتهت فيبتدي المواطنين يقدروا يخرضوا في الأماكن بتاعتها ساحات تخريد آه طبعا خردة يعني بالضبط طبعا المواطن اللي عنده عربية قديمة بيروح ياخد العربية دي في ساحات مخصصة لها بيتم تخريدها عشان يقدر يستلم عربية جديدة فطبعا عندنا ثلاث محافظات لسه الإجراءات الكاملة أو النهاء الإجراءات بتاعتها والتجهزات بتاعتها لسه ما كملتش اللي هي كان الشرقية وباني سويف وفرنا للمواطنين عندهم طلبات إحلال لأنه يقدر يخرض في ساحة القاهرة بالإضافة مثلا برضو المواطني الإسماعيلية يقدروا يخرضوا في السويس دي المستجدات بالنسبة إحنا محتاجين بقى نفس شوية مع الميكروباس لأول مرة بيتم طرح الميكروباس في المبادرة لا المبادرة فيها لحد النهاردة ده حوالي أربع شركات بتوفر لنا ميكروباس ده موديل جديد ده موديل جديد تم إضافته يا دوبك يعني من كم من فترة أراجبين عندنا يعني حوالي لأول حاجة اللي هو زيميكس وعندنا كينج لونج وعندنا برضو جولدن دراجون والنوع الأخير اللي هو فوتون هل نتكلم على فكرة يعني إيه المواصفات اللي بتاخدوها في العربيات اللي على أساسها يقدر الشخص يروح كده بالعربية القديمة وياخد عربية جديدة يعني إيه الشروط في الموضوع ده مبدئيا لازم المواطن يبقى من ضمن المحافظات اللي تم إطلاقها في المبادرة وهي احنا دلوقتي عندنا لحد النهاردة بالزبط 15 محافظة القاهرة الكبرى طبعا واسكندرية البحر الأحمر بورسعيد السويس بعد كده ضفنا لقصر وأسوان ومدينة شارم الشيخ بالتحديد تزمونا مع مؤتمر المناخ كان في نوفمبر ضفنا في الفترة الأخيرة خمس محافظات اللي هم البحيرة وسوهاج والإسماعيلية وبن سويف والإسماعيلية ضفنا الخمس محافظات دول في الفترة الأخيرة طبعا المواطن اللي عنده عربية رخصيته في أحد المحافظات دي يقدر أنه يبقى موجود معنا وقدم طلب إحلال يبقى ده أول شرط بالزبط الحاجة الثانية أنه يبقى معاه رخصة سرية الرخصة باسمه والعربية يبقى عد عليها 20 سنة عشان يقدر يقدم في المبادرة طب لو هو يقدم بنظام التقصيد يبقى لازم فيه حدود للسن السن من 21 سنة إلى حد 65 سنة ده بالنسبة للتقصيد بس بالنسبة للكاش معاه من 21 سنة وبدون حد أقصى لكن برضو بنشترد في حالات الملاكي أنه لازم يستوفر شرط سنتين من وقت ما هو يجي يشترك فين في المبادرة لكن بالنسبة للأجرة أو الميكروباس عموما يعني والتاكسي يقدر يشترك في المبادرة بشكل عام بدون شرط السنتين دي الشروط بالنسبة لازم يبقى عد عليها 20 سنة طيب خلينا نوع على المشاهدين نحن بنستقبل كل اتصالاتكم ولو ليكم أي استفسار ليه علاقة بمبادرة إحلال السيارات أرقام التليفون قدامكم دلوقتي على الشاشة هنكون سعداء جدا بكل أسئلتكم طيب لو هنتكلم برضو على الإجراءات اللي بيقوم بيها الشخص إيه الإجراءات اللي بيقوم بيها والخطوات اللي بيمشي عليها مبدئيا إحنا موفرين موقع رسمي يقسمه جو جرين مصر يقدر المواطن يدخل عليه بيملى بياناته الشخصية وبيانات العربية العديمة في حال إنه الشروط اللي أنا قلتها بتتوفر فيه بيكمل طلب إحلال وبيختار عربية مناسبة لمستوى دخله وبيختار هل هو عايز يشترك معنا بنظام القصة ولا الكاش وبعد كده بيقدم شوية مستندات والله هو لو هيقدم كاش هيقدم صورة البطاقة بتاعته على الموقع الوش والظهر وصورة الرخصة لو عايز يشترك كمان بنظام التقصيد هنا هنزود عليه بعض المستندات الزيادة اللي هو إثبات المحل الإقامة إثبات لمستوى الدخل بتاعه وشهد الدخل بيقدمه مع الموقع الإلكتروني ويبتدي بعد كده ياخد طلب إحلال مع مرور الوقت بيتابع بيه كل التفاصيل اللي على المنظومة بنبعت له بالرسائل بنبعط له طلب بتاعك وصل للمحلة الأولى سواء اللي هو مواقع مبدئية من شركة السيارات وبعد كده بيتم بمجرد الموافقة من الشركة بيدخل على مراحل الدراسة البنكية ده في حالة اللي هي الإست يعني في حالة الكاش بيخش على طوله على التخصيص وحال توفر عربيات بالقدر الكافي أو هو الرقم بتاعه كان في قيمة الانتظار بيتم على طول تخصيص عربيات يعني الموضوع كله إلكتروني بالضبط